على كرسي التفوق العراقي يدخل سيف الدين ابن ذيقار حكاية البطلات العراقية التي خرجت من رحم المعاناة أو الظروف لم يمنعه الشلل الرباعي من أن يسجل معدل 89.29 في السادس الإعدادية سيف الذي كتب صورة الإصرار والتحدي وثق حكاية الشباب العراقي الذي كان لهم قدوة نطق لهم برسالة العزيمة والمثابرة هذا النجاح ليس لخصصة بل لجميع أفراد العراق وأن شباب العراق قادرين على تغيير كل شيء إن شاء الله فلنظرة العالم للعراقيين إن شاء الله تتغيروا إن شاء الله نكون نحن قادة المستقبل الرسالة من أصحاب دول احتياجات الخاصة اليوم ثبتنا هذا الشيء إنه ما كوا جسم معاق والعاقة ليس بالجسم العاقويا بالعقل الله سبحانه وتعالى انطاني العقل والحمد لله وشكرا الله اليوم رسالة العقل وصلت الأنموذج الذي أدركه المقربون من سيف وزملائه ومعلميه أكد أن قصص النجاح لا تنهيها الصعاب ذكاء فوق الطبيعي أن الطالب أغلب الأوقات أغلب الأسئلة التي نطرحها عليه يجاوبها بسهولة وبيسير ويشارك بأكثر النشاطات العدة نشاط قراءة القرآن نشاط تعليمي نشاط مسابقات علمية تجد سيف أول طالب مشارك ومبدع في هذه المجالات احنا أصدقاء سيوف يوميا نجي هو لا يقدر يكذر الكتاب لا يقدر يكذر القلم احنا نفتح للكتاب طبعا للعلم هو يقذينا يوميا نجي هو يقذينا غادي نجي نأخذه من البيت للمدرسة نجيبها من المدرسة للبيت فشارك مسابقة قرآن بالمدرسة هذا الأول موهوبة مرب العالمين مطهلة لم تكن قصة سيف الأولى وليست الأخيرة في بلاد يسجل أبناؤه سيرة التمييز والاستمرار بهمة وإرادة تعلن أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة